اشتركوا في القناة 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 ايه ده؟ مالك؟ مالك؟ الحمد لله جا سليما تخلطتها عميه ولا ايه؟ خلائها معيات بصقية هاي ياني عملي فيها كل ما تشايلينه شيء؟ ماله ولا هو وده لانا جدت عامل احساب وده لانا وضع ليه وعلاست احساب؟ يا ده هو مالك؟ يا تخلاص يا وليه انت شايفاه هم شايليني ونازلين بيها العرف ولا ايه؟ شكرين اخوانا نجملكم بالافرح ان شاء الله شاكرين ايه طباك شاكرين اخوانا نجملكم شاكرين اخوانا نجملكم اعرف السلام ده اللي انا قلت عليه ده اللي انا قلت عليه اقول لا كيفيانا جرس وفضايح بقى في العمارة هو كل يوم نعيش في العلق ده هو مكتوب علي يا ربي اقول ايه انا قدامك سليما هو ما فيهش اي حاجة لو انت فاكريني اقلانة عليك ولا ايه؟ يا خي غور في ستين ده يا انا قد مدينة ربنا اطعي لسانك ولا ايه قلنت الاصخ بقى ده جزئت ان انا لمك ومسطر عليك لمامني؟ شر الله يا لمامني لمامني من ايه يا راجل ده انا لولا كافياتي على مكنة الخياطة كان زمانا قدنا مجوعنا وابنك ده انا لما رأيتلي يومين ما دخلتش علي امعيش وجبنا ده ايه ولي ايه؟ انت هتعد تردحيلي ولا ايه؟ يا الله اجري شو فيه الاغيار وسخانيل ماستلة مية عشان انضف الزبالة اللي انا فيها ديه وده كان سبب وايه اصلا؟ ولا حاجة ما سببوش اي حاجة يا اختي بس انا حس بالخناقة دي يا سماح هيجلنا من وراءها خير خير كتير قوي اللي عمري مجالي من وراءك خير يا صلاح عمري انا عارف بقولك يا سماح بس انت روح دلوقتي سخانيل المية وحيات عينيك يا سماح لا اعرف ارد حق كويس قوي ده خير القرشين اللي هيجولنا من وراء الحكاية دي يلا سماح يلا حسبي الله هنعم الوكيل فيك يا صلاح منك لله يا بريس منك لله خير خير ان شاء الله انا انا مش هعايزة مجرد ان احنا قرينا الفتحة ان انا اقبرك على حاجة ايه انت مش هعزتها يعني ايه تجبرنيه انا مش هعيزة صغيرة عشان حد اي حد يفتد علي حاجة انا مش هعيزها قصدا انا مش قصدي كده انت عارفة طبعاً شرابي ايه اي حاجة حاجة سقع طيب اتنين حاجة سقع انا مش قصدي كده انت عارفة طبعاً ان دي حتبقى تاني تجربة بالنسبة لنا وانتي الاولانية فشلت قبل ما تبتدي بعد ما تجوزتي في اليد وستيني بصراحة الموضوع ده اثر فيها جامد اول وخلاني اركز في شغلي واسافر واعمل كل اللي انت عارفها بس بصراحة انا عايزك قبل ما تاخذي خطوة تفكر فيها كويس جداً سواء بالاجول او بالرأة خلز اللي حصل زمان حصل بصروف خاصة او انا ما وقفتش ضدك انت بالذات انا وقفت ضد الدنيا كلها فريد ساعتها كان كل حاجة في حياتي كنت مستعدة اخسر كل حاجة مقابل اني افضل معا ايوا ما هو ده برضو اللي قالقني اوي اللي يخليكوا بعد السنين دي كلها تنفسوا عن بعض بعد ما كان عندك عيلة وبيت وولاد ما شاء الله يعني زي ضمن واللي نفسه فهمه ايه اللي ممكن فريد يكون عمله عشان يخليك تسيبه او حتى انت ايه اللي ممكن تكون عملته عشان فريد يسيبه حاجات كتيرة قوية خالد مش حقدر احكيها لك دلوقتي حاجات ما حصلتش في يوم وليلة ديامة كان فيها جموع وصهر وزي ما السنين دي خليتك تسيب البلد وتسافر انا كمان دفعت الثمن وكان الثمن غالي اوي خالد عموما يا جهان انا مش هكبيرك اللي بتتكلمه المهم دلوقتي قل عملت ايه لما تنت فريدة قلتلك على موضوع طلال اكذب عليك لو قلتلك ان انا فرحت معقولة بصراحة يا جهان انا كتير حاولت ان انا انساك بس للأسف معرفتي عشان كده دفنت نفسي في الشغل وسفرت واتغربت حال الخليج عشان اعمل كل اللي انت عارف هذا كل اللي كانوا زمايلي بيعملوا في سنين انا اكتهدت عشان اعمله فشور بصراحة مكذبش عليك انا حاولت ان انا ارتبت يمكن اكتر من المرة بس للأسف ما نجحتش خالد كان دايما بيتاردني ومسيبني في حالي حاولت كتير ان انا اهرب من حبي بس للأسف ما عرفتش ولما الامل اتفتحتاني ببيتش عارف ان انا عامل ايه افتح الكتاب وابتدي من اول جديد واللعفل الكتاب واشوف ربنا هيعمل معي ايه ومع ذلك رجعت وثقت لان فعلا لسه بحبك مش عارف بقى ازا كان ده شعورك ناحياتي ولا لا عموما احنا هنخلي السنين هي اللي هتثبت ده لان فعلا اللي حصل ده محتاج سنين كتير قوي عشان يتنسل اه نتك جهان فوق افوق طلعينها الحبيب حاطر سعر خير يا ابراهيم ايه ابراهيم في حاجة؟ ايه؟ في حاجة؟ لا 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 مفيش اللي ما قلت ليش يا ابراهيم تحب نعمل خطوبة جهان فين؟ هنا ولا في الاوتيل؟ خطوبة؟ اه هم اتفقوا؟ اكيد هيتفقوا طيب خلاك تشوفي طلباتها ايه؟ ولا اقولك خليها تتفق مع خالد لا هو انت بشبوح وباخد رأيك ايه اذا كان على رأيك شايف يعني مفيش داعي من الحكاية الحفلات الكبيرة في الفنادة كل الكلام ده يعني نعمل اعدا صغيرة هنا في البيت واعدي فرد عملنا حفلة كبيرة وجيس صحفي اخذ خبره نشره حيبقى موقفها ايه؟ من بناتها وبناتها هيبقى هيبقى موقفهم ايه؟ من زميلاتهم هو انت دايما كده؟ مش عايزنا نفرح؟ ايه؟ مادام البنت جربت حظها مرة وما نجحتش يعني تعمل ايه؟ تموت نفسها ولا تدفل نفسها بالحياة؟ انا ما قلتش كده التصرفات لازم تكون بالعقل تبقى صحيحة وبعدين مفيش داعي من احنا نحرق ناس تانين جنبنا هو عيكون قصدك فريد ليه لأ؟ ما تنسيش انه كان جزء و ويدوب سايبين بعض من شوية تغيرينك انا غلطان اني باخد رأيك بقولك يا ابراهيم افرد يعني؟ ولا افرد ولا اعمل الله بعدين معاك خليكم في حالكم انت تشوفي شغلك معاهم والحاجات الهيفة اللي انتو بتعملوها دي انا مش فيها خرجوني منها انا عندي مشاكل عندي بلاوة كبيرة اكبر كتير من المشاكل بتاعتكم دي طيب اقولك يا حبيبي ما تقولي على مشاكلك دي يمكن اقدر اساعدك ساعدي نفسك انت واشوفي ابنتك عايزة ايه وساعديها هفهم؟ خلاص فضلي طيب انا غلطانة اللي باخد رأيك انا مش هاخد رأيك في حاجة دائما وهنعمل اللي انا عجبك ها يقول هكذا خلاص اه ايوه مين بتكلم؟ ايوه عجب ابرغيم ايه؟ انت بتحددني يا ولد؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ انا ابراهيم بيه يا وكاشه انا متحددش اسمع مقلة اوهام غیمر بيه يأنين؟ التحديد عاصم هيا عاصم 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 رضي عاصم 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 المترجم للقناة 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 المترجم لك عشان كده قول تادي أنور ساعاتك أفيد والسفيد اتفضل قول ريحني وريح نفسك الله ينور على ساعتك ارمي بيادك بقى 100 جنيه كويس بقول لك جوزك يا هانم جوزك بمية جنيه متين ولو قلتلك الكلام ده لو دخل ببيتك 300 وانت 400 لا هانم انت مش عارفة قيمة نفسك كويس قوي باكو باكو مقفول ولو قلتلك اني معايش الفلوس دي دلوقتي ببقى خلاص عن اذنك يا هانم استنى انا معاي 600 جنيه ولو ان الوقت مش وقت اوكازيون بس هفتح لساعاتك اوكازيون مخصوص ايدك على 600 جنيه اوكي اسمع الاول اخسى عليك يا هانم بقى مش واسقة فيا وده شكل حد ممكن قصق فيه في دي عندك حق طب عربون تتجيني كويس جوزك يعرف واحد عليك كداب وورقة تانية عشان اكمل ولا مالين ولو قلتلك اسمها محاسم ومتجوزين كمان وعايشين في تبات ونبات وحيخلفوا صبيان وبنات ساكنين فين؟ انا كنت عامل حساب السؤال ده جبتلك العلوان عارف لو طلعت كداب حاول فيك ايه؟ يا ريت يا هانم اطلع كداب ده انا خسران في الجوازة دي اكتر من اللي ساعدتك خسركيه بالإذن يا هانم بيسلمين على الوسهات بساعد كيف؟ بساعد نور يا فنزا الاوساستة بلي موجود؟ لا الحياة لسه ما وصلتش طب ممكن انتصد وجوه? في معادة يا فندم? اه في معادة معاه شخصية. طب اتفضل يا فندم. شكرا. لا اتفضل يا فندم. شرب يا فندم. متشكرا قوي. هو هو لو سيصة بري متعود يتاخر كده? لا يا فندم لو ما فيش اي موعد بيروح البيت ويرجع على الساعة تمانية. يعني هو على صور. اه. ام الله. ام الله فين الاستاذة محيسن السكرتيرا? ما شفتهاش برا يا. الاستاذة محيسن حضرتك سابت الشغل. انا من ساعة ما استلمت هنا ما شفتهاش. طيب ممكن اشرب اهدف؟ طغط امري كفندم ثانية واحد. على ايزاك. ايه المفاجئة الحلوة دي. حلوة بجت؟ طبعا حلوة. ما لك يا صبري شكلك تعبان. انت كنت في شغل ولا ايه؟ اه كان عندي موعايد كثير برا. برا المكتب؟ اه برا برا المكتب وجوه المكتب. ما انت عارفة؟ اه انا عارفة. الله يعينك. خلي بالك من نفسك يا صبري شكلك تعبان ام. انا كويس يا حيبتي. المهم انت خدي بالك من نفسك. انا كويسة الحمد لله. ام فين محاسن ما شفتاش برا يعني. محاسن ما سابت الشغل. سابت الشغل؟ ايه ده؟ اوعى تكون زعلتها صبري. لا هي الطلبة كده. اه. ليه بقى؟ اه ظروف. تكونش اتجوزت يعني ولا حاجة؟ اتجائز. معقولة اتجوزت كده من غير ما تقولك؟ وليه لا انا كنت وليها الله يعني. جرايا صبري انت من صاحب الشغل وهي المفروض بتستشيرك في كل حاجة بترسك فيك يعني؟ اتجائز. متعرفش اتجوزت مين؟ اعرف ازاي اذا كنت عاصل ما معرفش اتجوزت ولا لا. انا مش فهم انت عاصبي كده ليه. انا كنت عايزة اعمل الواجب. كنت عايزة اجبلها هدية او حاجة زي كده يعني. يا ست كده الخيرك. متشاكريين. متشاكريين عليك. هي جوزتك انت. الهام. الهام انت خدت الدواء. اه انا خدت الدواء طيب. كويسة وهادية. ومية مية. انت شايفني ايه صبري؟ ما المالك. عمالة تسألي اسئلة وتجاوبي على نفسك. امي. امي دي نروح من هنا. لا. لا. انا عايزة اعود هنا معاك. انت مش بتقول عندك شو؟. حالك بكل الموعيد. قومي. قومي. قومي نروحي. نروحي ايحد. لا يا صبري. انا عايزة اعود معاك هنا في المكتب. الهام من فضلك. لو ما قمتش انا حالش واسيبك. هتقومي ولا لا. هقوم اهو. بقولك يا صبري. هي لما ما حاسن جات تمشي. قدتها المؤخر بتاعها. مؤخر. قصد. قصد يعني مكافئة نهاية الخدمة. ايوة ست. قدتها ست شهور بدل ثلاثة. مبسوطة. مبسوطة انا. قوي. طول عمرك حناين يا حبيبي. ربنا يخليك لينا. ليكم لينا. يا صبري. ستات الغلابة. اللي زي وزي محاسن يعني. الهام. يلا بينا. يلا بينا. يلا يا بنا. يلا يا بنا. يلا يا بنا الفتر جاهز. يلا يا بنا. يلا يا مريض. انا مريض دعوة بيكم. هم. هبطل لوحد. صباحي بخير يا باب. صباحي بخير يا احلى قد. صباحي بخير يا حبيبي. طب بسرعة بقى. وبعدين اجهزوا علشان هاروح لعمو صبري وهدو عبداللطيف وصالت كريمة. هكذا؟ يلا. يا فاطمة. انا يا فاطمة. ابقي بصوا على اختك مريض قبل ما ننزل لو كانت عايزة حاجة. خبر. لا دا كنت شابه في الاسماء لا يا حبيبي لا كمّلوا انتوا افتاركم ألو أنيسة رانيا من فضلك كنت عايزل في خدمة سيارة؟ دي حتى ما كلفتش نفسها تتصل بالتليفون وتقول إنها تعبانة يا سبتي بقول لحضرتك إنها تعبانة، دي حتى مش قادرة توقف على رجليها يا سلام، فجأة كده؟ اللي حصل يا سبتهاني وإن اللي مطلوب مني دلوقتي؟ طبعاً الفلوس بتاعتكم خلصت وجايت أخدي غيرها لا يا سبتهاني، مستورة والحمد لله أنا بس جيت عشان بقي على عيش والملح اللي كانت في بيتكم هنا قلت يمكن حضرتك ما تصرفتش في واحدة تيجي تساعدك في شغد البيت قلت أنا أولاً، أنا فعلاً تصرفت، بس واحدة تيجي الصبح وتمشي المغرب وإنت لو هتعودي أنا هتجيح سباً ومشيها أنا تحت أمري يا سبتهاني تحت أمري إيه؟ هتعودي ولا لأ؟ اللي تشوفيها سبتهاني خلاص، أستاذ عبد المنعم زمانه جاي، خشي جاهزي له الغداء وبعد ما تخلصي الغداء يا ريت تنظفي السلنات، لحسن البنت اللي كانت هنا شغلها ما كانش عاجبني خالص حاضرة يا سبتهاني أميرة، أنت فين؟ أصلاً أمي تعبت شوية، فرحة في البلد، قلت عبت معها كم يوم واجه أشوفكم آه يعني جايز زيارة ومشية، مش كده؟ لا، هتشوف شغل البيت، يلا أميرة عمل لي لو قلت لك عليها حاضرة استهاني براحة عليها شوية دي مش حمل شغل البيت ليه مش حمل شغل البيت، أزا كان مومتها نفسها كانت قايمة بشغل البيت آه بس يعني، الأميرة ما بتشتغلش من صغرها وبعدين تبان عليها لونها مخطوف ومريضة أنا بقول بلاش منها أحسن، إحنا نديها إرشين ونخليها تسافر لهم معها أزا كان هي اللي جات وطلبت شغل بنفسها؟ ما يأكيد الكثفت تطلب منك فلوس، أنا عرف الناس دي كويس قوي الناس دي نفسها عزيزة عليها ولا عزيزة ولا حاجة، الأصناف دي أنا عرفها كويس اللقاء أحرام عليك، أنا متربب مع الناس دي وأعرفكم كويس جداً بلاش تيبيت قلبك دي اللي هتوديك في دهيا أميرة؟ أيها استهاني جهزتي الغداء؟ أيها استهاني طب يلا عشان تنظفي الصالونون صالون إيه اللي انت تتكلمي عن إيه؟ فيه يا عبد المنى، ما لكش دعواني، اتفضل اطلع قطة البنتي والشهاد زي اللاموني، يعني ممكن تقع من طولها أنا مكويس من أستاذ عبد المنى انت تسكوتي خالص فيه يا عبد المنى، انت غريب قوي النهاردة، ما لكش دعوة اتفضل اطلع قطة لا مش هطلع قطة، ومش هتنظف البيت، فين البنت اللي تشتغل هنا؟ ما جاتش النهاردة خلاص يبا نستنى لحد بكرة لما تيجي، هو هم اللي التين يشوي للبيت كله فيه يا عبد المنى، انت غريب قوي النهاردة؟ ولا غريب ولا قريب، اللي بقوله ده هو هم اللي التين هينظفوا البيت يا سلام، طب انا بقول هيا الوحدة اللي هتنظف البيت خلاص يا أستاذ عبد المنى، انت هدعني أنا كويسة ولو تعبت شوية هست رايح وارجع كامل تاني فضل حضرتك اطلعني قبل ملنى نعم فيه ايه؟ ملنى؟ ملنى؟ ملنى ايه ده بايسة اوه؟ ما تلفش والدور علي، ايه اللي نزلت عليك فجأة دي؟ اول واحد لما يحس بالناس، يبقى غلطان، انت ايه بالصبت؟ بنت تعبانة، وين ممكن كمان تكون عيانة، ما تتحمليهاش هكتر من ضعيتها؟ لو كانت تعبانة، ما كانتش جات أصلا اختريك قبل كده، واضح بناها محتاجة في المسن، انت يا عرشين والمشيها؟ واحنا مش فتحين مركز رعاية اجتماعية، اللي مش قادر على حاجة ما يعملهاش خلاص يا عالم، انا احديها يا عرشين، واخليها تروح لحالها عبد المنى، انت تعرف حاجة انا ما عرفهاش؟ حاجة زي ايه؟ لو كنت تعرف ما كنت استعالت اهوا ده بقى عيسانة بالخلاف اللي بدها، ان حضرتك عايشة فوق، ومنش حاسة بالناس اللي تحت لكن انا بقى بحكم شغلة السوق، ومعاملتي مع الغلابة، بناصل عوحدة باوزن اللي قدامي، وبفهم ان كان جاي يشتخنه، ولا جاي يتدلع، وبفهم اللي عنده كرامة، وعنده عزة نفسه، ويبقى محتاج، ومبيطوبش حاجة ياه، للدرجات انا مش حاسة بالناس اللي حواليا هيا دي بقى، نقطة اللي عايز اكلمك فيها، هو ده الفرق الانساني اللي بدنا، مش الفرق الثقافي اللي انت واجع عجماغي بيه لين هو انهار، هي دي الفجوة الحقيقية اللي بيني وبين الجهاني مشكلتك انك هتبضل تحت، مهما حاولت امدي لك ايدي عشان ارفعك لفهم، مفيش فايدة، هتبضل تحت بس بقى موسوط وانا عايش مع اللي تحت، ربنا يوفاك مع اللي فهم، وبقى اسعى الانسان في الدنيا، لما بسمع دعوة واحد محتاج، وانا ربنا نقدرني ويديله حاجة في ديه، عشان يقدر على المعيشة، ويفوق زنقيت ولا زنقيت عياله كلامك اثر فيه قوي يا عبد المنم، حسيت ان انت ملاك ونشطان انا ملاك ونشطان، انت قولت ايها كلمة ابنك جدا، لبيت بيتك، اتصرفي فيه زي ما انت عايزة، بس يا ريتي بقى، واجه شوية رحمة، حسي بي غلبة شوية، رحمة يا احمد ابلقاء اميرة الله يرحم، واضح ما كان عزيز عليك اول اول الولد ده اصلي كان مختلف عن كل عنده الوحيد فيهم، اللي كان مليان حب وقلبه كبير والعلاقة اللي كانت بيني وبينه، كانت اكتر من علاقة اخوات اهلولة عاصم ده، مكانتش حياتي زوجية استمره دلوقتي ده كله ربنا يصبر اهل، يصبر مراته ان شاء الله يا رب اللهم لا اعتراض بس اكيد ربنا لوحك ما في كده تعرف ان عاصم ده، كان مسافر كمان ساعات علشان يخقق حلم عمره في انه يبقى هب او الحلم اللي قاعد مستنيه طول سنين جوازه، رقح في ديها واحدة غريبة دنيتي، فرقات الموت والحياة فيها، لما من اغرب من ايه؟ واللي حصل النهاردة كان اغرب صدفة انا نفسي مستغرب لها صدفة ايه؟ اني تلطق ايش فعل؟ انا اصلا كنت بطلب رشيدة اختي علشان تيجي تقعد مع البنات ايش معقول؟ بصتلي ايت نفسي بطلب ممرتك انتي واول ما سمعت صوتك قلتلي بتعالي معقولة؟ والله ده لحظة على ومو دي حاجة تسعبني جدا وانا مش عايزك تقلق على البنات، انا معاه؟ انا مش الان على البنات برغم ان انا مش من النوع اللي بيؤمن بالصدفة بس اكيد الصدفة ديها تبنيخ صرف النظر عن اي حاجة انا بجد موسطي ان انا قاعدة هنا وكمان موسطيه اكتر ان انا هبقى مع البنات وانت مش موجود جميلك ده هيبقى قديم فرقبتي اوه هتقول كده بتشكل اوه يظهر ان الجماعة وصلوا حساء زينك انا وعايز اقولك ان الغيارات بتاعتني ريت في الدولاب واللبن بتاعها في الدلاجة ما تقلقش على اي حاجة روح انت وكل حاجة هتبقى تماما ان شاء الله طيب عن اذنك افضل على دلال إن الحاظر عايشن حلاوة تروح اي امنا مش لينا وطريق عالماشين مارزومة خدا طوينا اوه لحد تالينة في يوم نختار اساله نحفي الهادي 36 عايشين حالة وطوح أيامنا مشلدة وطريقة عالي هشين نرسونا خطاونا ولا حتى لنا في يوم نفر أسانينا والإمتى هنعيش غوف وتحت أي ظروف نرضى ونتحمل دايما علينا اللوم والعاتل ليه ما ضمه برضو بنكمل عايشين حالة وطوح أيامنا مشلدة وطريقة عالي هشين نرسونا خطاونا ولا حتى لنا في يوم نفر أسانينا الأمر نهما يطول السلام الفينا والحق مهما يغيب هنشوف وبانينا الأمر مهما يطول السلام الفينا والحق مهما يغيب هنشوف وبانينا قدامنا لسه حياة نبنيها بيدنا عايشين حالة وتروح أيامنا مشلدة وطريقة عالي هشين نرسونا خطاونا ولا حتى لنا في يوم نفر أسانينا